بدنا نبلش اليوم بالفصل السابع والأخير من المادة التلفزي للصفة التاسع أثر الحرارة في المواد درس الأول بحكيلي عن حالات المادة وتحولاتها عندي ثلاث حالات للمادة اللي هي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية بدنا نشوف الفرق بين هدول الثلاث حالات وشو في خصائص وشو هي الخصائص يلي بيتميز كل حالة فيهم هذا الموضوع مهم مشان نفهم تركيب هاي المواد من الداخل وشو بيصير للمادة لما مثلا تنصهر أو تتجمد أو تتبخر أو تتكاثف طيب نيجي بداية للشكل شكل كل حالة من هاي الحالات نبلش بالحالة الصلبة الحالة الصلبة تأخذ المادة في هذه الحالة شكلا محددا لا يتغير بسهولة يعني بسميه ثابت يعني هل مثلا لو جبت انا عندي هذا القلم هذا القلم ممكن انه يتغير شكله بدون ما اثر عليه بقوة يعني لو تركت هذا القلم ورجعت له هل رح الاقي شكله تغير اكيد لا هذا الدليل على انه جزيئات داخل المادة الصلبة متماسكة شو يعني هذا الحكي يعني القوة يلي بتربط كل جزيء بالاخر هي قوة كبيرة لو بتحتاج مثلا نحن القوة مشان نكسر القلم او مثلا نكسر مصطرة هاي القوة بسميه قوة الربط بين الجزيئات بتكون عالية للمادة الصلبة هي اللي بتخلي من هاي المادة انها تكون مادة صلبة يعني لو نيجي لقوة الربط اه بين الجزيئات المادة الصلبة رح نحكي عنها انها كبيرة او عالية ورح تكون الجزيئات متراصة او قريبة من بعضها طيب خلصنا من المادة الصلبة نيجي لشكل المادة السائلة لشكل المادة السائلة بتغير شكلها بسهولة بتغيرها من شكلها بسهولة بتاخد شكل الوعاء اللي انا بحطها فيه يعني لو جبنا مي حطناها جوا كاسة رح تاخد هاي المي شكل الكاسة او شكل الوعاء اللي انا حطيتها فيه او لو جبت بلون حطيت جوه هاد البلون مي هاي المي رح تاخد شكل البلون طيب اذا المادة السائلة بتغير شكلها بسهولة بتاخد شكل الوعي انا بحطها فيه مشان هيك قوة الربط شو بدها تكون بين الجزئات المادة السائلة رح تكون ضعيفة قوة الربط رح تكون ضعيفة ورح يكون شكلها كالتالي شكلها رح يكون جزئات رح تكون متباعدة عن بعضها مش زي المادة السائلة طيب حكينا في الحالة الصلبة الجزئات بتكون مرتبطة مع بعضها بقوة يعني كل جزئ بيكون مربوط بجزئة اللي جنبه بروابط مشان هيك لما يحتز جزئ يعني هون هذا الجزئ لما يحتز شو بده يعمل رح يحرك الجزئة اللي جنبه بس وهم بمكانهم وهم بمكانهم مشان هيك حركة الجزئات في الحالة الصلبة رح يكون اسمها احتزاز موضعي احتزاز موضعي يعني مثلا لما انا اجيت حركت هاي الجزئة في الحالة الصلبة هذا الجزئة اللي رح يتحرك رح يأثر برضه باحتزاز على الجزئة اللي جنبه مشان هيك بسميها احتزاز موضعي بتظلها ثابتة بمكانها المادة الصلبة لو لو حركتها حركة جزئاتها بتظلها بمكانها مشان هيك بسميها بيكون اسمها احتزاز موضعي اما بالحالة السائلة حركة الجزئات بتكون سهلة مشان هيك وينما وضعت المادة السائلة بتكون حركة الجزئات فيها سهلة وينما وضعت المادة السائلة بتاخد شكل وعائي اللي بحطها فيه لانه حركتها بتكون سهلة طيب نيجي الان للحالة الغازية الحالة الغازية شكل لها شكلها غير محدد الشكل للحالة الغازية بيكون غير محدد اما بالنسبة لا القوة الربط بين الجزئاتها بتكون caiد تكاد تنعدم ضعيفه جدا زي ما ملاحظ الشكل الجزئات بعيدة جدا عن بعضها فالقوة الربط بين جزئات المادة الغازية بتكون ضعيفة جدا وبتكاد تكون معدومة اما بالنسبة لحركة الجزئات في المادة الغازية فبتكون حرة الحركة وقابل للضغط عندي هون ملاحظة خاصية بتخص الحالة الصلبة بأنها قابلة للضغط يعني وينما بحط مثلا الغاز الغاز قابل للضغط بيضبط أضغطه مش زي الحالة السائلة أو الحالة الصلبة برضو عندي بطلق على كل من الحالتين السائلة والغازية اسم مائع اسمهم مواقع لأنهم بكونوا قابلين للجريان في الحالة السائلة الماء يقابل للجريان أو بالحالة الغازية لمواقع مثلا الغاز داخل النبيب بيكون يعني بسميها الخاصية أنه جريان فبسمي الحالة الغازية والسائلة هم اسم مائع نيجي الآن لتحولات المادة هلأ عندي تحول المادة بين الحالتين الصلبة والسائلة لكي تتحول المادة من حالة إلى أخرى لابد من تزويدها بكمية كافية من الحرارة أو سحب كمية مماثلة منها هلأ مشان تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تجري هاي العملية بخطوتين بداية لما نيجي نسخن جليد مثلا مشان نصهره ونحوله للحالة السائلة لما أعطي هاي الجليد كمية حرارة منلاحظ عن درجة حرارة معينة انه الجليد ما عم ما عم بعطي هاي الجليد حرارة بس بالمقابل درجة حرارة الجليد كانت ثابتة ما عم تتغير طب وين بتروح هاي الحرارة اللي عم بعطيها للجليد يعني بداية أنا أول ما أسخن الجليد أنا عم بعطيه أو الحالة الصلبة مش هو كان بالحالة الصلبة أنا عم بعطيه كمية حرارة بس مثلا لو كان في عندي ميزان حرارة داخل الوعاء اللي فيه الجليد رح ألاحظ انه ما عم ترتفع درجة حرارة هذا الميزان يعني الجليد أنا عم بعطيه حرارة بس درجة حرارته ما عم ترتفع طب هاي الحرارة وين راحت هاي كمية الحرارة راحت في كسر الروابط بين جزيئات المادة الصلبة كسرت الروابط بين جزيئات المادة الصلبة وعملت على زيادة طاقتها وابتعادها عن موضعها فبصير عندي كل جزيئ يتحرك عبر حدود الحالة السائلة فهون عندي بتتحول المادة من صلبة لسائلة كيف يعني؟ خلينا نيجي الآن للكتاب في عندي بالكتاب صفحة 73 في عندي شكل هادي الشكل عندي مكعب ثلج يعني مادة صلبة حكيانا انه المادة الصلبة بتكون الروابط فيها قوية زي ما احنا شايفين هون الروابط قوية والجزيئات متراصة ومتماسكة طيب هون انا عم بعطي للمكعب ثلج حرارة بس انا لو حطت عندي ميزان حرارة زي ما حكيانا رح اللحظ انه في هاي الفترة درجة حرارة الجليد ثابتة ما تغيرت انا عم بزوده بحرارة بس درجة حرارته ثابتة ما تغيرت بهاي اللحظة بتكون الحرارة عم بتكسر بهاي الروابط هاي الروابط اللي هي الروابط حكيانا قوية بين كل جزيء مرتبط مع الجزيء الاخر بالروابط هاي الحرارة بتكون عم بتكسر عندي بهاي الروابط بين الجزيئات وبتبعدها عن بعضها مشان تحوليلي إياها للحالة السائلة هاي الحرارة اللي بتتحول فيها المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة بدون ما ترتفع عندي درجة حرارة المادة بسميها الحرارة الكاملة للانصهار نجي نعرفها الحرارة الكاملة للانصهار هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة الصلبة إلى السائلة مع ثبات درجة حرارتها. طيب. بالحالة او اه بالحالة الصلبة بالحالة الصلبة للحالة السائلة. هلا اهي الحرارة اللي انا بعطيها للمادة بتضل لحتى تتحول اخر جزيء موجود عندي بالحالة الصلبة للحالة السائلة لما يختفي هذا الجزيء يعني تصير كل المادة عندي بالحالة السائلة هون بيكون خلص الحرارة الكامنة للانصهار وبتصير الحرارة يلي بعطيها للمادة ترفع من درجة حرارة هاي المادة هون بيكون كل الجليد تحول عندي لمي خلص صار بالحالة السائلة وتبلش ترتفع درجة حرارة هاي المادة او هاي هذا الماء اللي في الوعاء يعني بتبلش قراءة الميزان يلي انا حطيته بتبلش ترتفع بتبطل عندي قراءة الميزان ثابتة طيب في عندي هاي العلاقة بين درجة الحرارة بالسيليسيوس والزمن هاي الرسمة الرسمة البيانية عندي درجة الحرارة بالسيليسيوس والزمن اول اشي كان عندي مكعب بالبداية درجة حرارته بلش من سالب عشرة سيليسيوس بعدين اعطيته كمية حرارة بلشت ترتفع درجة الحرارة اول دقيقتين وصلت عندي تقريبا درجة حرارته صارت سالب سبعة سيليسيوس بعدين بعد اربع دقائق وصلت عندي لسالب خمسة تقريبا صارت سالب خمسة بعدين عندي ست دقائق صارت درجة حرارة المادة تقريبا وصلت لسالب ثلاث درجات مئوية وثبتت بنلاحظ ست دقائق بعدين ثمان دقائق عشرة اتناش وهي درجة الحرارة يعني لو كان عندي ميزان الوقت عم يمشي بس درجة حرارة الميزان رح تضل سالب ثلاث طيب هون عندي اذا الحرارة عندي اياها ما زالت سالب ثلاث سيليسيوس مع انو انا عم بعطي حرارة عم بعطي الجليد حرارة هون عند الاطناش بيكون اخر جزي عند 12 دقيقة بيكون عندي اخر جزي بالحالة الصلبة خلاص تحول كل المادة لحالة سائلة وما ضل عندي بالمادة ولا جزي صلب كلها صارت سائلة هون بتبلش درجة حرارة المادة ترتفع شوي شوي بتسير قراءة الميزان ترتفع اذا هاي الفترة هون كانت الحرارة انا اللي بعطيها لهاي المادة بسميها حرارة كامنة للانصهار ثبتت درجة حرارة المادة وكل الكمية الحرارة اللي انا بعطيها لهاي المادة كانت بتحولي ليها من حالة صلبة لحالة سائلة وما رفعت من درجة حرارتها عندي الان قانون اللي هو كمية الحرارة اللازمة اللي صهر كمية من المادة بيساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للانصحار وهون عندي ملاحظة لا يجوز أن تتغير درجة الحرارة درجة حرارة المادة عند استخدام هذا القانون يعني شرط القانون ثبوت درجة الحرارة عندي هلأ هذي الجدول أول إشي عندي اسم المادة وبعدين درجة الانصحار درجة اللي بتنصهر عندها هاي المادة والحرارة الكاملة الانصحار هي وحدة هجول لكل كيلو جرام وحكينا تعريف الحرارة الكاملة للانصحار هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل واحد كيلو جرام من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة مع ثبوت درجة الحرارة يعني هاي الحرارة الكاملة للانصحار مثلا نيجي للنحاس النحاس قيمتها 2.9% ضرب عشر قوة خمسة جولة كل كيلو جرام يعني كل واحد كيلو جرام من النحاس بيحتاج عندي عشان أرفع درجة حرارته أو عشان أحوله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بيحتاج عندي 2.9% ضرب عشر قوة خمسة يعني تحويل كل واحد كيلو جرام من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة هاي بسميها حرارة كامل الانصحار درجة الانصحار عندي بالسليسيوس درجة الانصحار نعرفها هي درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عندي هون كم بتحتاج النحاس كم سليسيوس بيحتاج 1083 سليسيوس عشان يبلش عندي أو تبلش عندي درجة انصحار المادة من الحالة الصلبة بالنحاس للحالة السائلة عندي هون مثال احسب كمية الحرارة لازم لتحويل مكعب من الجليد كتلة وعشرين قرام بدرجة حرارة صفر سليسيوس إلى ما عند درجة الحرارة نفسها يعني كان في عندي مكعب من الجليد كان عندي بالحالة الصلبة هذا المكعب كتلته كانت عشرين قرام بدي احوله ودرجة حرارته طبعا كانت صفر سليسيوس بدي احوله للحالة السائلة مع بقاء درجة حرارته ظلت صفر سليسيوس هون عندي درجة الحرارة اعمالها ثابتة يعني قانون كمية الحرارة اللازم اللي تصهر مادة معينة بيثبت عندي لانه كان الشرط في هاد القانون انه ثبوت درجة الحرارة بلشنا بصفر وبرضو لما تحولت المادة ظلت صفر فدرجة الحرارة عندي اياها ثابتة فباجي بحكي القانون كمية الحرارة اللازمة عشان اصهر هاي المادة بتساوي للكتلة ضرب الحرارة الكاملة للانصهار طبعا الكتلة عندي بدي احولها لكيلو جرام فبقسمها على ألف فبحكي عشرين الكتلة بتساوي لي عشرين جرام تقسيم ألف باختصر بتساوي لي اثنين بالمية كيلو جرام هيك انا حولت الكتلة لكيلو جرام طيب باجي بعوض مكان الكتلة بقيمتها الحرارة الكاملة للانصهار باخدها من الجدول الجدول طبعا ليس للحفظ جدول عندي هون الحرارة الكاملة للانصهار للماء وهو جليد بيحتاج كمية حرارة هون الحرارة الكاملة للانصهار 3.33 ضرب 10 قوة 5 بعوضها بقيمتها تطلع عندي 6.66 ضرب 10 قوة 3 جول لانه كمية حرارة حكيانا كمية الحرارة بقيسها بالجول عندي مثال 7.2 احسب كمية الحرارة اللازم تزويدها لكتلة مقدارها 5 كيلو جرام من الجليد في درجة حرارة سالب 20 سلسيوس يعني كان بداية درجة حرارة الجليد سالب 20 سلسيوس لتتحول إلى ماء في درجة حرارة صفر يعني لما تتحول للحالة السائلة تتصير درجة حرارة المادة صفر سلسيوس علما بأن الحرارة النوعية للجليد بتساوي لـ 2100 جول لكل كيلو جرام في سلسيوس يعني نجي الآن للشكل هذا الشكل ببيني لي كيف المادة تحولت عندي من الحالة الصلبة للحالة السائلة بداية كانت درجة حرارة الجليد سالب 20 سلسيوس أنا أعطيته حرارة هاي الحرارة حولته أو نزلت درجة حرارته لصفر بعد فترة كان الزمن عندي ماشي بس درجة حرارة الميزان ما عم ترتفع ضلت صفر يعني عندي بهاي الحالة هون داخل هاي الحالة كانت عندي داخل الوعاء لسه في عندي حالة صلبة وحالة سائلة لسه في عندي جليد وفي عندي مي لكن أنا عم بعطيه كمية حرارة بس درجة حرارة الميزان ما زالت صفر لما تحول كله للحالة السائلة كان عندي هون آخر جزائي من الحالة الصلبة اختفى وكلها صارت عندي حالة سائلة يعني هون ثبتت عندي درجة الحرارة اذا عندي هون حالتين بقدر احكي انه في عندي حالتين او كميتين حرارة انا اعطيتهم لهاي الجليد او هون اعطيت حرارة بداية للجليد مشان انزل درجة حرارته للصفر بعدين اعطيته حرارة مشان احوله كامل لحالة سائلة يعني باجي بحكي هون كمية الحرارة الكلية بتساوي كمية الحرارة يلي بدي احول من سالب 20 سيليسيوس لصفر زائد كمية الحرارة اللي هي من صفر لصفر سيليسيوس اول اشي لرفع درجة حرارة الجليد من سالب 20 سيليسيوس لصفر لازم انزوده بكمية من الحرارة لكن بالحالة الاولى ما بزبط استعمل القانون اللي هو كمية الحرارة اللازم اللي صهر كمية من المادة بتساوي الكتلة ضرب الحرارة الكامل انصهار ليش لانه شرط هاد القانون تبوت درجة الحرارة وعندي هون الحرارة تحولت من سالب 20 لصفر عند درجة الحرارة ما كانت عندي ثابتة ازن القانون اللي بستعمله بحكي انه كمية الحرارة باجي بحكي كمية الحرارة كمية الحرارة بتساوي الكتلة اللي هو اخذناها بالدرس السابق ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير في درجة الحرارة لانه عندي صار عندي تغيرت درجة حرارة المادة من سالب 20 لصفر ودلت دال اللي هي دال 2 ناقص دال 1 عندي درجة الحرارة النهائية اللي هي صفر اذا هاي دال 2 ودرجة الحرارة البدائية اللي بلجت عندي فيها المادة هي كانت دال 1 اللي هي سالب 20 سلسيوس طيب نيجي نعوض كتلة المادة حكيانا 5 كيلو جرام 5 كيلو جرام ضرب الحرارة النوعية اطاني اياها 2100 ضرب التغير في درجة الحرارة اللي هو دال 2 ناقص دال 1 سالب 20 طيب بتصير 5 ضرب 2100 ضرب 0 ناقص ناقص 20 اللي هي موجة ب20 طيب هلأ 20 ضرب 5 بتساوي 100 وبنزل 2100 بتصير 4 صفار اللي هي تاعة المية وتاعة المية هون بتنزل 21 طبعا نجول لانه كمية حرارة باجي بحرك الفاصل هون 1 2 3 4 5 منازل بتصير عندي 2.1 بعشرة قوة 5 جول طيب هلأ خلصنا من اول كمية حرارة اللي هي رفعتلي درجة حرارة الجليد من سالب 20 لصفر وصلتها لصفر طيب هلأ الحالة التانية اللي هي بدي يحول الجليد لماء بدي يحول كل الحالة الصلبة لحالة سائلة عند درجة الحرارة نفسها اذا هون حكالي درجة الحرارة ثبتت من صفر لصفر ضلت صفر ما تغيرت ينزمنا عشان نحولها كمية الحرارة هون منستعمل قانون اللي هو كمية الحرارة اللازمة لعشان اصهر المادة اللي هو كمية الحرارة لصحر المادة بساوي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للانصهار طيب اندي الكتلة اعطاني اياها اللي هي خمسة الحرارة الكاملة للانصهار للماء او للجليد حكيان انها 3.33 ضرب 10 قوة 5 تطلع معي 16.65 ضرب 10 قوة 5 جول طيب هلا عندي حكيانا اذا كمية الحرارة الكلية الكاملة قسمناها القسمة اللي هي كمية الحرارة الاولى اللي هي رفعت فيها درجة حرارة من سالب 20 لصفر زائد كمية الحرارة اللي هي من صفر لصفر باجي بعوض قيمتهم باجي بحكي اول اشي هاي كمية الحرارة طلعت معي اللي هي 2.1 ضرب 10 قوة 5 زائد 16 فاصلة 65 ضرب 10 قوة 5 بتطلع عندي كمية الحرارة الكلية بتساوي 1.8 875 ضرب 10 قوة 6 جول 1.2 2.4 5.4